البرلمان العربي يرد اليوم من القاهرة في جلسة خاصة وطارئة تخصص للمملكة المغربية يرد على البرلمان الأوروبي ويدينه القرار الاستفزازي الذي أصدرته المؤسسة التشريعية الأوروبية بشأن سياسات المغرب حول الهجرة رغم ما يبذله المغرب من جهود في هذا الملف إن هذا القرار ليمثل ابتزازا سياسيا واضحا وتدخلا مرفوضا في شؤون المملكة المغربية ويثبت انحياز البرلمان الأوروبي بتحقيق مصالح سياسية ضيقة على حساب الشراكة التي تجمعها بالدول العربية والتي تفرض عليه تبني مواقف مسؤولة ومتزنة تنطلق من روح التعاون والمسؤولية المتبادلة ومن هنا أنه بات لزاما علينا أن لا تتوقف ردود أفعالنا عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار وإنما يجب العمل على بلورة خطة عمل عربي موحدة ومتكاملة للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف البرلمان العربي يؤكد دور المملكة الرائد والطلائعي في مجال الهجرة إقليميا ودوليا اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية كرائد للهجرة في أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي فضلا عن اقتراح جلالته بإنشاء المرصد الأفريقي للهجرة والذي تبناها الاتحاد الأفريقي وتم تتشينه رسميا وافتتاح مغارة في مملكة المغربية في نهاية عام 2020 وكذلك مبادرة جلالته التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي بشأن الأجندة الأفريقية للهجرة أن كل هذه الحقائق تؤكد وترسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حكمة الهجرة وتفند في الوقت ذاته المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي إن المملكة المغربية ليست وحيدة في مواجهة تلك الاتهامات والادعاءات حتى يتم التسلط عليها من قبل الدول الأوروبية بل نقف خلفها جميعا كدول عربية وباللماناتها وشعوبها مثمنين دور المغرب المشهود في مكافحة وتفكيك شبكات تهجير البشر غير المشروعة على مدى السنوات السابقة والتي أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة فضلا عن تحملها التكاليف المالية العالية في مواجهة ضغط الهجرة غير النظامية من خلال مراقبة حدودها وسواحلها البرلمان العربي يرى أن إصرار البرلمان الأوروبي على التدخل في الأزمة القائمة حاليا بين إسبانيا والمغرب والمضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية وبإصداره القرار المرفوض بشأن المملكة المغربية بات يتطلب وقفة عربية جادة اشتركوا في القناة